وجاءنا رمضان باليمن والإيمان الصوم شهر الصبر قال عنه صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر وفي رواية أفضل الإيمان الصبر والسماحة والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن ما حرم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة والثلاثة تجتمع في الصوم ففيه صبر على طاعة الله وصبر عما حرم الله على الصائم من الشهوات وصبر على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وغيرها وبالجملة فإن الصبر من أعظم الأخلاق وأجل العبادات وهو قيمة تستحق أن نتربى عليه ونكتسب أفضاله فقيل الصبر رزق فإذا وطنت نفسك بتأهيلها وتعويدها على تحمل المشاق والصبر في هذا الشهر وديمومة ذلك بعده فإنك قد اكتسبت رزقا عظيما قل من يرزقه قيل للأحنف في شهر رمضان إنك شيخ كبير وإن الصوم يهدك فقال إن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله ويقول الحسن البصري الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه هذا والسلام خير ختام وجاءنا رمضان باليمن والإيمان إنه عضلة خلفها كل معضلة ويقول أبو بكر رضي الله عنه وهو يمسك بيسان نفسه هذا الذي أوردني الموارد وفي الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وقال بعض السلف أهون الصيام ترك الشراب والطعام قال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ورسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى تلك هي قيمة حفظ اللسان اغتنم ركعتين زلفا إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا وإذا ما هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا فاغتنم السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالكلام فصيحا فيا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم الصدق من أجل الأخلاق وعظمها وهو منبع كثير من الفضائل الخلقية أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصدق في جميع أحوالهم وهو الخلق البارز الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته حتى لقب بالصادق الأمين فالصدق من أعظم الأخلاق التي يتصف بها الإنسان لذا كان محل عناية القرآن للدلالة على أن المجتمع المسلم يجب أن يتصف بهذه الصفة الرائعة فهي مفتاح كل خير وللصدق فضائل عظيمة يسعد بها العبد الصادق في الدنيا وينال بسببها من البركة والقبول والصلاح في الدنيا والأجل العظيم والثواب الجزيل في الآخرة ومن أهم فضائل الصدق صدق القلب في إخلاص العمل لله تعالى وهو أساس القبول فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلقه منازل الشهداء وإن مات على فراشه والصدق جامع لكل صفات البر في الدنيا والآخرة وعد الله أهله بعظيم الجزاء فاجعل صدقك في جميع الأحوال باطنها وظاهرها ترث الطمانينة والسكينة في قلبك والسلام خير ختام تسمو بنفحتي ملائكة الرحمن ترجمة نانسي قنقر